ورحبوا مرة أخرى بضيف شاشة الغد من القاهرة الدكتور إسلام عنان محاضر واقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبية أهلا بك دكتور على شاشاتنا الغد المعاد الملكي في السويد في دراسات العلمية أكد أن الفيروس يا دكتور موجود في مياه الصرف السؤال من أين جاء الفيروس إلى هذه المياه؟ مساء الخير أستاذ محمد مساء النور نقطة جيدة عموماً اللي وجدوه هما وجدوا أن فيه أثار لفيروس كورونا في الصرف الصحي سواء في ستوك هولم وكانت الدراسة كمان في ستة دول أوروبية أخرى وعموماً فكرة الكشف عن الفيروسات والمايكروبات عموماً في الصرف الصحي هي فكرة قديمة كانت بتستخدم وفيه شركات متخصصة فقط في التحليل واستنتاج نسبة أمراض معينة وفيروسات معينة عن طريق تحليل الصرف الصحي واستخدمت للمواد المخدرة قديماً نسبة المواد المخدرة في المجاري والمصارف قد إيه بالتالي يقدروا يحسبوا نسبة الإدمان في إحدى الدول مثلاً وجدوا بكتيريا لشلل الأطفال موجودة في المجاري والمصارف فابتدوا يعرفوا أن فيه احتمال فيه الفيروس بوجود البكتيريا موجودة فابتدوا يعملوا تطعيم فعموماً فيروس كورونا بيبقى موجود في المخلفات البشرية وبينزل في الصرف الصحي من المخلفات البشرية هذه هي النقطة المهمة يا دكتور إسلام لأنه مياه الصرف الصحي تأتي من البيوت تأتي من البشر أليس كذلك؟ بالضبط كده بالضبط كده يعني هي المخلفات البشرية بتحتوي على الفيروس وهو ما ابتدوا يعملوا دراسات بحيث يشوفوا كمية وجود الفيروس في المصارف وفي المجاري المائية قد إيه؟ بالتالي يقدر يحسب هل الفيروس وجوده منتشر ولا بيقل بياخدوا عينات طبعاً وابتدوا يحللوها والموضوع صعب وليه شركات متخصصة طبقاً للأماكن كل ما يبقى فيه انتشار أعلى صح يا دكتور طبقاً للأماكن يعني مكان مكثف بالسكان أو به عدد من الإصابات أو من الوفيات بتالي نسبة الفيروس في المياه بتكون كبيرة طيب هل يعيش في المياه؟ وإداره كمان بيعملوا تنبؤ بيعيش في المياه دكتور الفيروس خلينا حاجتين هل ينتقل بمخلفات البشرية ولا لأ؟ حتى الآن اللي بحاس بتقول إن لأ لسه بينتقل فقط بالرزاز ما بين شخص مصاب وشخص سليم هل هو بيعيش في المياه؟ أو بيعيش في المياه لمدة عدة ساعات وتاني مش معروف برضو نوع المياه ممكن يفرق ولا لأن احنا عارفين طبعاً معظم المصارف الموجودة في العالم بتصب في الآخر في البحار لذلك إحنا كنا دايماً بنحذر الناس اللي هتطلع في فترة الأجهزات اللي جاية على البحر وأنه هو يصيفه لما يبعدوا عن الأماكن اللي فيها مصارف خصوصاً الشرق الأوسط كل البحار تقريباً بتصير فيها مياه صرف صحي إحنا مش معروف تقريباً ساعتين أكتر من ساعتين هل هيتنقل ولا لا المعلومات دي لأسف حتى الآن جير دقيقة لأن تعاملنا مع الفيروس ورعاً عدة شهور إحنا بيحتاج عدة سنين عشان نتعرف على كل خصائص أي فيروس طيب مياه الصرف في بعض الدول سواء في أفريقيا أو بعض الدول أنا يا دكتور وأنت أعلم بهذه النقطة ترتبط في أحيان كثيرة بمياه الشرب وهناك تماس ربما في عدد من البلدان الفقيرة اقتصادية كيف يمكن هنا رصد الفيروس إن صحت الكلمة وبالتالي التعامل مع هذه المياه سواء عن طريق الكلور أو عن طريق أي نوع من المطاهرات يا دكتور إسلام نقطتين في غاية الهمية زي ما تفضلت بالظبط نقطة الرصد الأول إنه يقدر يعرف هل فيه كمية من الفيروس موجودة في المياه قبل ما تعالج أو لا بالتالي يعرف إذا كان الفيروس بيزيد أو لا والحاجة التانية إن في طريقة المعالجة كده كده وإحنا بنعالج مياه الصرف الصحي عشان تبقى صالحة للشرب ودي يعني عملا معقدة للغاية موجودة في البلاد قليلة جدا طريقة المعالجة نفسها هتقتل الفيروس بما إن تحتوي على مواد كيميائية وكلور والمواد ساخنة ويتم تسخين المياه وحاجة تانية إنه لازم بعد ما يتم تكرير ومعالجة المياه إنه يتكشف تاني هل فيها أي بقايا للفيروس ولا لا هي ثلاث مراحل ما قبل التطهير والمعالجة وأثناء المعالجة وبعد المعالجة طيب حضرتك في تويات الحديث ذكرت نقطة مهمة جدا مسألة انتقال الفيروس عن طريق المخلفات تقصد التماس مع المخلفات يا دكتور إسلام بالزبط كده إنه هو طبعا إحنا للأسف يعني في حاجة الناس ما تعرفهاش بس مهما كنا حرصين ممكن إن شخص يفضل على إيده مخلفات يعني بشرية وبالتالي إحنا مثلا كنا في كل مزارات الصحة مسؤولة العالم بتنصح إن أي حد بشتغل في مطعم وهكذا كل الإقراط بنعملها غسل الإيد وهكذا لأن المخلفات البشرية صعب جدا إن إحنا نشوفها وصعب جدا إنها تتشال من على الإيد والجسم عمول فبالتماس إن حد يلمس أي مخلفات بشرية هنا في نقطتين يا دكتور هنا نقطتين هنا عمال النظافة لأن هم أقرب الناس للتعامل مع هذه المخلفات هذه نقطة نقطة الأخرى إذا كنا نتحدث عن بعض البلدان ليست الأوروبية بلدان فقيرة خاصة في القرى الصمراء أفريقيا هناك من يسكن بجوار هذه المصارف أليس كذلك وهم أيضا عرض هنا للإصابة ده صحيح ده صحيح لو ثبت إن العدوى بتنتقل من المخلفات البشرية هتبقى إلى حد ما يعني بقرة جديدة في معظم بلاد النقية لأن دي كانت معلومة مش معروفة والناس كانت بتتصرف بأمان تجاه الصرف ومياه الصرف اللي هم كده كده موجودة في محيط المكان اللي هم يسكنوا فيه فلكن هي الدراسات حتى الآن لسه بتتم على هذا الموضوع يعني نأمل خيرا يعني اللي ما يبقاش ينطق العبر المخلفات البشرية طيب مياه الشرب يعني هذه الدراسة كانت على مياه الصرف يا دكتور إسلام مياه الشرب وضعها إيه هي الشرب طالما معالجة ما فيش منها أي مشكلة يعني المشكلة برضو تاني هنرجع للبلاد الفقيرة والنقية اللي ممكن يكونوا بيشربوا من مياه جارية من نهر مثلا مباشرة ما عندهمش مياه مكررة أو معالجة وموجودة بجوار مياه صرف دي اللي فيها علامة استفهام نسبة خطر اللي هي غير معلومة يتم دراساتها حاليا برضو غير مؤكد أن دي هتعدي بفيروس كورونا وتصيب بكوفيد نعينتين لكن دي اللي تحت الدراسة حاليا من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية والشركة اللي هي قائمة بدراسة الفيروس جوه مجاري الصرف الصحي طيب يعني فيه ناس بتشرب من مياه الصنبور من الحنفية يا دكتور إسلام وفيه ناس بتستخدم الفلاتر وفيه ناس زي محارتك تفضلت هو من اللي موجود مباشرة ده طبعا خارج الأطر الصحية تماما فهل كل هذه النوعية معرضة للإصابة يعني مياه الصنبور تأتي مباشرة من المصدر لكن الفلاتر مثلا هل تقضي على الفيروس هنا أم لا مياه الصنبور معالجة فبالتالي هي نظيفة خالية من الفيروسات والبكتيريا الفلتر لو كان موجود بعد مياه الصنبور فبالتالي هو برضو معالج وبالتالي هو نظيف الفلاتر لو جاي مباشرة من مية نهر مثلا والنهر ده بجوار صرف هو ده اللي لسه عليه برضو علامة استفاهم لأنه مش كل الفلاتر بتاعت المية بتشيل الفيروسات ككل هي ممكن تشيل الرواسب والشوائب لكن مش البكتيريا والفيروسات فبالتالي مياه الصنبور أمينة فإحنا بنضم الناس مفيش مشكلة فيها دي معالجة ومكررة وفيها كلور وهكذا المياه اللي جاية مباشرة من المنبع سواء كان نهر أو أي مصدر آخر طبيعي هي دي اللي ممكن يبقى فيها علامة استفاهم احنا مش بنأكد حاجة لسه لأن الدرسلات لنسا ما خلصتش على أي حال هي الو اتش او منظمة الصحر العالمية هدأت من روع الناس في مسألة انتقالوا عن طريق مياه الشرب وأنه لا داعي للقلق لكن في نوطة ربما علمية دكتور إسلام يعني مياه الصرف أحيانا تستخدم في الزراع في مسألة الري وهنا إذا كانت بها كميات مركزة من الفيروس ستأتي إلى الأرض وربما إلى الزرع وربما إلى الثمار وربما إلى فم الإنسان أليس كذلك؟ هو عموما أول ما هتنزل في المياه الصرف يعني هتبقى برضو عشان تبقى مياه للزراع بداية تم معالجته صحيح معالجة بسيطة ومش معالجة زي مياه الشرب بس المعالجة دي قادرة على قتل البكتيريا والفيروسات الرئيسية حاجة تانية حتى لو كان لسه فيها فيروس كورونا بعد الراي الفيروس مش هينفع ينتقل من الأرض للزرع للصمرة بعد كده تروح لجاة الإنسان يعني هو الفيروس لا يتم تحوره بهذه الطريقة هو ينتقل من شخص مصاب لشخص سليم مباشرة ليس عن طريق الزرع مثلا هو لو موجود على صمرة وهو يبقى موجود على السطح بتاع الصمرة مش جواها بالتالي غسيل الصمرة مثلا احنا دايما نقول لحد لو هتشاري حاجة من سوق أو سبر ماركت أو كده بتغسلها غسلها ده فقط هيشيل منها أي فيروسات عليه لكن جواها نفسها مش هيبقى فيه فيروس طيب تقريبا أقل من دقيقة يا دكتور كيف يمكن أن ننصح الناس في التعامل مع هذه النقطة سواء في من هو ملاصق أو متاخم لمياه الصرف الصحي أو حتى من عمال النظافة اللي ممكن يكونوا في احتكاك مباشر مع المخلفات اللي حالك قلت عليها أو حتى في مناطق الصرف الصحي ما هي الإجراءات وما هي أوطر الوقاية؟ لغاية ما نتأكد من أن ما فيش أي مشكلة في انتقال العدوة من المخلفات البشرية ومن الصرف الصحي والمجاري يعني محتاجين يبقى فيه حذر كافي من أدوات للوقاية لعمال الصرف الصحي والنظافة بيلبسوا الجوانتيات بيلبسوا ألبسها واقع بيحاول عد ما يقدر يخسل إيده ويخسل جسمه بعد ما يتعامل مع أي مياه غير نظيفة باستمرار محتاجين أن يبقى فيه وعي من جانب الحكومات لعمال النظافة وهم اللي يديهم الوعي والتعليم والأدوات اللازمة وده جوز الناس اللي سكنة جنب مياه للصرف الصحي الفترة دي محتاجين أن هم يتأخذ الحذر صوصا مع الأطفال اللي ممكن يكونوا بيلعبوا جنب مياه صرف الصحي أو بيشربوا من نهر جنب صرف الصحي وهكذا الحاجة الثالثة هي الناس اللي بتسافر للمصايف والبحار لما أنه برضو معظم البحار بيتم فيها الصرف مباشرة أنه هم يتجنبوا تماما أي نقطة للتصيف بجانب نقطة الصرف الصحي شكرا جزيلا وشكرا دكتور إسلام معنا محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة ضيفنا الآن على شاشة الغد شكرا جزيلا دكتور إسلام هكذا مشاهدي انتهت